السؤال بصراحة شديدة في وسط كل هزي الامور اللي هنتكلم عنها كمان تفصيلا يعني جيت لحظة عليكم قلتوا كفاية تعبنا تعبنا يعني اه عايزين ندي الاسماعيلي وبنحب الاسماعيلي وعايزين نساعد الاسماعيلي بس تعبنا ضغوط كبيرة مستحقات لعبين متأخرة عندهم فيها مشاكل في قضايا كتير النتائج غزبا عنكم انت كل شوية عميين تخترع اختراع فني عشان خاطر تعوض وغياب ومشاكل في الفرقة انا تعبت بقى بقولك يا كابتن حمال listened انت صبر كبير جدا عشان بس يعني عنده كبير جدا ودوت برضو يعني يحسب للاس يعني البشوانز نصر لأن بشوانز نصر عنده هدوء كبير جدا عنده علاقة جيدة بالكابتن اهاب ويعرفه وعارف شخصيته والكابتن اهاب نفسه بيتحمل الكلام ده في سبيل إنه نحاول نخرج بالنادي من النفخ المظلم اللي إحنا بقلنا 3-4 سنين وبيجوا مدربين ويشتغلوا 4-5 ونقض ننافس لغاية آخر مباراة نكسبها في آخر ماتش والإسماعيل يقض وده مش مكان الإسماعيل خالص لكن مستحيل إنك أنت تقعد بقولك الست سنين اللي إنت جرفت النادي فيه من كل حاجة ودينت النادي بأرقام كبيرة جدا ولعيبة ما بتاخدش مسحقاتها يعني إحنا عندنا لعيبة ما بتاخدش من سنتين مستحقات يجي البشانز النصر والكابتن عالب وجريشا والكابتن عماد مع كابتن إيهاب يصمموا إن هم يدوا للناس فلوس قديمة رغم إن دي مش شغلتهم ممكن يقولك لا أنا بعد فترة قدي الناس السنة دي وبعد كده لأ هم يصمموا إن هم يدوا لهم الفلوس القديمة وده حاجة كان جيدة جدا لكن هيظل بقى الحتة التانية بقى إنك إنت وإنت زهقان إنت شايف قدامك الإسماعيلي الإسم نفسه النادي اللي إنت عايش فيه يعني كل ما تحس بإحباط أو يأس لا بيدي لك ده بص يا كريم أول ما تخش النادي الإسماعيلي وتشوف الظروف اللي فيه بتدي لك دفع أكتر إحنا بالنسبة لنا كجهاز لا إحنا عايزين نشتغل وعايزين ونشوف أولاد صغيرين بقاعد أشوف الكابتن إيهاب صبره إن يقعد يطلع كل أسبوع تلات أربع أولاد صغيرين من تحت ونحافظ عليهم ونعمل تدريب موحد مجموعة شغالة ومجموعة تانية والتلات ما جميع بنشتغل بس في الأول وفي الآخر هيرجع الناتج بعد كده إن شاء الله إن ربنا يكرمنا بس نعدي أنا بقول نعدي السنة دي على خير إن شاء الله بإذن الله ونعديها بشكل كويس إن شاء الله مع هدوء بقى البشنز نصر والناس اللي معها المجلس الإدارة يعني ربنا يكرمهم هتيجي بقى نشوف الاختراع بقى اللي يحصل للسنة جاية إن شاء الله إنك تقدر بس تدعم باربع خمس لعيبة يكونوا في مستوى معقول جدا وتبدأ تشوف فرقة بقى النادي الإسماعيلي يا رب يكون كلامنا فيه الصدق ويكون بقى آه لا عايزين نطور بقى الحتة دي عايزين نجيب كوالتي أحسن شوية مع الناس اللي موجودة اللي هم كويسين أصلا هيفرق كتير جدا بدأتوا تدوروا بدأتوا تشوفوا أنا أقصد بس ألك السؤال ده ممكن إن بعض الجماعيين اللي تقول ما هم شوية ده لسه الموسم لحظة خمسة شهر تمانية بس كل الفئة اللي تشتعل لشيحنا ترائسين ستة في لعبة من برة ولعبة من جوة تتباع وتشترة فأنت على الآل زي بيقولوا كده بتحجز لعب الموسم انتهى يا كريم برة فإحنا خلاص بدأنا نشوف وبدأنا ندور ومش أي حد يعني خد بالك مش أي حد هنبص عليها ناخده مش أي حد هيجيب لنا حد هناخده ده حط تحتها يعني خمسين خط لا مش بس خمسين خط نحافة عندها يعني حط تحتها خمسين خط إن احنا مش أي حد هاخده مش أي لازم يبقى أنا عشان كده بنقولها كريم هيولغ طناع الفني جوه سيستم النظام اللعب وجوه طريقة اللعب هو اللي بيفرق مع أي مدير فني هل المدير الفني دوت اللي بيختار كريم بيختار كريم على أي أساس هل هينفع في شكل اللعب عندي ولا لا ممكن يبقى ثلاثة أربعة بيحاول يختاره كريم بس هم عايزين يجيبوا كريم وأنا مش محتاجه عندي في شكل اللعب هو ده اللي يفرق بين مدير الفني ومدير تسمح لي أكمل على كلامك هوضحها أكتر يعني انه ممكن مثلا كريم ده بيلعب كويس جد بس هو كريم لا يليك في طريقة لعب فممكن حد يختار كريم عشان هو بيلعب كويس ماشي بس هو مش هيفدني مش هيفدني في النظام مش هيفدني في شكل اللعب وطريقة اللعب هو ده اللي هيفرق وعشان كده بقول لازم نغير فكرتنا لان بقالنا فترة بنشتغل في الكلام ده بشكل سيء جدا 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 صح بنيجي الأول مجلس الأدارة أو أي حد شغال في أي نادي يروح جايب اللعيبة وبعدين يجيب المدرب ويبدأ المدرب أول ما يفهم اللعيبة طريقة اللعب ويبدأ يفهم اللعيبة موضوع مختلف لكن فيه مدير فني موجود فيه هو المسؤول الأول والأخير مع طبعا الناس اللجنة الكرة بس هو اللي مسؤول في الأول والأخير عن شكل اللعب وطريقة اللعب ومين اللي يبقى موجود مين كان بيجيب اللعيبة في الإسماعيل كتير بقى كريم مش عايزين نقعد نفا بصك ريب أنا عاشد عشان خمسين خط الحلقة حطيتهم دول أنا بس عايز أوضح للناس حاجة إنه مش كتير من الجماهيل ما تعرفش حاجة أنا دايما أقول جمهور الإسماعيلي ده جمهور مصر يعني مصر بتحب الإسماعيل طبعا طبعا فمحتاج إنه يفهم أنا كنت أسمع دايما إنه كلاقي اللعبين هم اللي بيجيبوا لعيب خد اللعب دوت وبغض النظر بقى عن عمرات والتفاصيل الأخرى بس الوكلاء ما كانش مدرابين أو مدرابين أنا برضو كريم مش عايز أسلم الناس في الحتة ديت علشان أنا أنا شغلتي إنه أنا جيب لعيب شغلت حضرتك إنك تاخد اللعيب أو لأ هو هل اللعيب دوت هيليق في شكل اللعب بتاعي في النظام ولا لأ ده اللي هيفرق لكن إنت الناس كلها طبعا الوكلاء دولة على دماغنا من فوق اللي بي شغلتهم وكل واحد بيعرض اللي عنده بس إنت المهم تقدر تاخد الكلام دوت أو بتقال يعني إنه عقود لعيب الإسماعيلي وعقود بغزة بياخدوا فلوس كتيرة مش قوي يعني بس يعني في أرخام كانت كبيرة السنة اللي فاتتك أرخام كبيرة على المنين أرخام مبالغ فيها وطبعا خد بالك برضو إحنا ظلمنا في حتة برضو لأن مجلس الإدارة اللي فات مثلا متعاخد مع لعيب مثلا بتلتمائة ألف دولار فالدولار وقتها مثلا كان برخم أول ما كان مناش شهرين تلاتة الدولار بقى رقم تاني بقى الضعف إنت بتكلم في تلتمائة ألف دولار مثلا بيعملوا مثلا سبعة تمانية مليون جنيه بقوا ستاشر فبقى إنت أرخام كبيرة جدا أنا كريم لكن هي المهم إنت إنت الرخم دوت اللعيب ده يستهله وجاي على أي أساس أساس فني متشاف بيه اللعيب ده وأنا جايبه ولا أساس تعاقضي آه لو أنا هستحمل الرقم ده لو اللعيب ده مفيش للفرقة أساس تعاقضي ولا أساس فني آه أنا متعاخد مع ده بالرقم دوت ولا هو فنيا يستاهل الرقم ده أنا شايفه قبل كده فنيا فيستاهل الرقم دوت لأن فيه ناس كتيرة مش فهمة برضو يا كريم لأن حصل معنا بعض الأمور الفنية مثلا في حاجات معينة يمكن المفروض أنا ما أقولهاش بس أنا بقولها عشان الناس تبقى فهمة فضي لما نيجي واحد زي إياد العسقلاني مثلا والساعي والولاد الصغيرين دولة هم كانوا موجودين في النادي يمكن من من أربع عسين 2019 وإحنا موجودين شوفنا الولاد دي بس كانوا لسه صغيرين وبصين عليهم لكن بعد كده هم معملهم عقود بأرقام صغيرة ففي بداية السنة هم بقوا بيلعبوا في الفرقة موجودين جوه الفرقة أساسية هم عسين في الفرقة فلازم لازم لأن في ناس بتختلف في الحتة دي مثلا أنا عمل له عقد خمس سنين بمليون ونص طب لعب بقى أساسي وبيلعب بمية وخمسين ألف جنيه أو بأي رقم زي اللي أنا بنقوله مثلا وواحد جنبه بيلعب بسبعة تمانية مليون خمسة مليون باربعة مليون وقاعد احتياط الواحد بمية وخمسين ألف فأنت لازم هنا بقى الحنكة والخبرة في تطوير اللعيبة أو في الرؤية الفنية لللعيب ده اللعيب ده أنا شايف أنه ممكن يخدم النادي الإسماعيلي فلازم أعدله العقد بتاعه وده اللي كنا بنتنخش فيه مع بعض الناس والناس ما كانتش مصدقة أنا عملت له عقد بمليون ونص مثلا أو مليون جنيه أو تمنمية ألف أو سبعمية أي رقم من الأرقام بس أنا عارف أنه هو هياخد سنة واحدة معايا هياخد خمسمية ألف فيها بدل مية وخمسين أنا بقول أي أرقام أنا فاهم على سبيل المثال فالمية وخمسين لا أنا زودته بقى خمسمية بس أنا عارف أن الخمسمية دولة هيوصلوا بعد كده زي ما حصل مع أياد جاب لنا الرقم رقم كبير جدا بالنسبة لل يعني لوضعية ولد صغير لعب معنا أساسي وعشر مباريات تتباع برقم كبير جدا هو اللي خدم النادي بس أنت الرؤية الفنية اللي شايفة أن الولد دوت هيتباع بعد فترة أنا إزاي أعدله الاتزان النفس بتاعه مع بعض اللعيبة اللي جنبه عشان أقدر أطور اللعيب دوت فيبقى عنده القابلية أن هو يتطور وأنه يشتغل معنا وأنه يروح عشان بعد كده أنا شايف بعد شهرين ثلاثة أن أنا هروح أجيب منه رقم كبير جدا وده اللي حصل مع أياد مع ياو مع الساعي مع الناس كتيرة يعني معنا